الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته خلقنا الله سبحانه وتعالى في مجتمع لم يخلق كل واحد في دنياه أو في مجتمع منعزل أو منفرد بذاته وبنفسه وإنما خلقنا الله سبحانه وتعالى في مجتمع نعيش مع بعضنا البعض نتعامل مع بعضنا البعض وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى هذا المعنى فقال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم يعني من الممكن أن يقول واحد إنني سأنعزل عن المجتمع وأعيش منفردًا وغير ذلك لو كل واحد قال هذا الكلام ما رأينا تعاملات ولا رأينا علاقات ولا رأينا صلاة في المجتمع وإنما خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذا المجتمع لنعيش مع بعضنا البعض ونتعامل ونصبر إلى غير ذلك الله سبحانه وتعالى جعل للجار حقوقًا نبه إليها إسلامنا ودعان إليها قرآننا ودعان إليها نبينا صلى الله عليه وسلم قال مولانا سبحانه وتعالى وهو يعلمنا أن الإنسان لا بد وأن يكون صاحب خلق طيب قويم وهو يمدح نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا وإنك لعلى خلق عظيم ونبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى حقوق الجار حين قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيجعله من الورثة سيجعل له نصيبًا في الميراث إلى هذه الدرجة يا رسول الله نعم إلى هذه الدرجة يصبر المسلم على جاره يكون معه متعاونا متكافلا يكون معه في أفراحه في أتراحه نمى حين تسمع أن جارا حتى لا لا يلقى جاره بسلام ولا يلقي عليه السلام لا أيها الأحبة الأكارم الجيرة وحقوق الجار في الإسلام بيّنها مولانا سبحانه وتعالى وأرشدنا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام بل قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره هذا الإحسان ما معناه أعلى درجات الأخلاقيات أعلى درجات التعاملات الطيبة فليحسن إلى جاره بل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه لا يؤمن أذاه لا يؤمن إفساده عليه لا يؤمن الشر والضرر الذي يأتي إليه منه من جاره والله لا يؤمن نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه صفة الإيمان والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه رواية أخرى عند الإمام مسلم في رواية حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذه الرواية حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه تخيل ما الحال لو عاش الناس بهذه الأخلاقيات الكريمة بهذه السلوكيات الطيبة مع بعضهم البعض جيرانا وزملاء وأصحابا وأصدقاء وإخوة سنعيش في مودة ومعروف على الدوام سيدنا الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله يقول ليس الصبر على الجار أن تكف عنه الأذى أبدا وإنما الصبر عليه أن تصبر على أذاه ليس من حقوق الجار أن تكف عنه أذاك فقط وإنما أن تصبر على أذاه أيها الأحبة الأكارم علينا أن نعيش بهذه الأخلاقيات وهذه المثل وهذه الآداب التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم والتي رب الأمة عليها هناك لن نسمع قضايا ولا مشاكل بين الجيران لن نسمع هذا السوء ولا هذا الضر ولا هذه الأمور التي تفسد علاقات الجيران مع بعضهم البعض أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل المحبة والألفة والمودة بإذنه سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله